بيبدأ الفيلم في روسيا وبنشوف عصابة بتهجم على قاعدة تابعة للجيش الأمريكي وبيقتلوا كل الموجودين في القاعدة النووية دي وبيعملوا كده علشان يستولوا على الرؤوس النووية ويضمروا بيها أمريكا وبنعرف بأن الساروخ النووي بيستغرق 24 دقيقة بس علشان يوصل لأمريكا وعشان كده بيعمل الجيش الأمريكي محطة مضادة في المحيط الهادي اسمها SP وبيكون مهمتها الأساسية ضد أي هجوم من روسيا بنروح بقى بالأحداث لبعد ثلاث أيام بتوصل النقيب كولين للمحطة SP وهتكون قائدة المحطة في حالة أي هجوم يحصل من روسيا وبالذات بعد ما استولت العصابة على المحطة في روسيا بتتكلم مع جندية في القاعدة وبنفهم بأن كولين كانت بتشتغل في المحطة دي قبل كده وإنها تنقلت لقاعدة تانية لكنها رجعت لإنها أكتر حد ممكن يقدر يقوم بالمهمة دي وبيعتذر لها قائد المحطة لإن هو اللي طلبها شخصيا لكنها بتقوله إنها هتقدم طلب نقل لإنها عاوزة ترجع تشتغل في القاعدة العسكرية للجيش الأمريكي بتوصلها الجندية لقضتها وبتقول لها إنها فخورة بيها جدا بعد اللي عملته لما كانت على المحطة وبنعرف بإن في قائد حاول يتحرش بيها لكنها قدرت إنها تصده وهجمته كمان وبتتعصى بكولين لما بتفكر اللي حصل وبتكون عاوزة تسيب المحطة بأي شكل لكنها بتهدى لما بتفتح رسالة أبوها ليها وبيكون كاتب لها بإنه بيحبها لكن فجأة بيخبط القائد وبيطلب منها إنها توصل لمحطة القيادة بسرعة وبتاخد سلاحها وبتسأل عن اللي حصل وبيقول لها بإن في عصابة هجمت على القاعدة اللي في روسيا وسرقوا منها 16 ساروخ نووي وإن أمريكا كلها ممكن تتدمر لو السوريخ دي اتضربت بتوصل لمركز القيادة وبتتعرف على رؤول وهيفر اللي بيقول للقائد بإنه في غواصة روسية على بعد 65 كيلو من القاعدة وإنها احتمال تكون تبع العصابة وبيطلب منه القائد إن هو يكلم القوات البحرية علشان يبعثوا غواصة رائبهم وبيتفاجئوا بعدها بفيديو بيعملوا رئيس العصابة وبيقول فيه بإنه هيضرب أمريكا بالسواريخ دي وهيمحيها من على وش الأرض بيقول لها القائد بإنه هيغير الرقم السري لنظام التدمير الذاتي للمحطة وبتفهم من كلامه بإنه شاكك إن القاعدة دي فيها خينين بيشتغلوا لصالح روسيا وفجأة بتلاقي أفراد من العصابة متنقرين في شكل عمال نظافة وبيكتشفوا إنها كشفتهم فبيضربوا نار على القائد وبيقتلوه وبتستخبى كل منهم لكن لما بتلاقيهم بيقربوا من القائد علشان يخطفوا بطاقة الدخول لمركز القيادة بتسبقهم وبتخدها وبتهرب من المكان وبيهاجمها واحد منهم لكنها بتقدر تخلص عليه وبتدخل بسرعة لمركز القيادة وبتكون في أمان لأنهم ساعتها مش هيقدروا يوصلونها بتتكلم مع القائد بتاعهم واللي كان اسمه أليكسندر من خلال الجهاز اللي على الباب وبتسأله إزاي قدر يدخل للمحطة دي رغم كل التجديدات الأمنية وبيقول لها بإنه بيجهز الخطة دي بقاله ست سنين وإنه لازم يدمر محطة الاس بي دي علشان يقدر إنه يضرب السواريخ النووية بيطلب منها إنها تفتح الباب وإنه مش هيئذيها لكنها بترفض فبيؤمر رجالته بإنهم يكسروا الباب علشان يدخلوا مركز التحكم وبيحاول يلعب بقى عصابها وبيقول لها بإنه حط مادة سامة في فتحات التهوية وإن كل اللي في المحطة ماتوا خلاص بيجي لها مكالمة من البيت الأبيض وبيسألها الرئيس عن المواقف في المحطة وبتقولوا بإن في عصابة هجمتهم وقتلوا كل الموجودين مع دهية وأدورد وبيفر وإنهم بيحاولوا يكسروا الباب وفي خلال 40 دقيقة هيقدروا إنهم يسيطروا على مركز التحكم بالمحطة وبتطلب منهم دعم علشان يحموا المحطة دي وبيقولوا بإنهم فعلا بعتوا دعم لكن قداموا حوالي 90 دقيقة علشان يوصل للمحطة وبيصرخ رقول إن العصابة هتقدر تدخل لمركز التحكم قبل ما يوصل لهم الدعم وبتتفاجئ بإن أليكسندر واخد عقيد جيش رهينة وبيهددها بإنها لو ما فتحتش مركز القيادة هيقتلوه وبتقوله كمان إنها مش هتفتح الباب مهما حصل وفعلا بيقتلوا الرهينة اللي كانت معاهم قدامها علشان يتعبوا أعصابها وبتحاول تهدي رقول اللي بيكون متوتر جدا وفجأة بتتفتح فتحة كده في الأرض وبيطلع منها واحد من العصابة وبيهجم على كولين لكنها بتاخد سلاح وبتقتله وبترمي من الفتحة اللي دخل منها بيوريها أليكسندر صورة ليها وهي صغيرة وبيقول لها بإنه عارف قصتها وبنعرف إنها اشتغلت في قاعدة عسكرية والجنرال حاول إنه هو يتحرش بيها ولما قررت تشتكيه محدش صدقها وإنها سجلت محادسة كانت بينهم وفعلا ترفت بعدها لكن الزباط اللي كانوا بيشتغلوا معاه فضلوا يترضوها لحد ما دخلت في حالة نفسية سيئة وإنها فقرت إنها تنتحر لحد ما جي والدها وقدروا إنه ينقذها لكنها بتقوله بإن كلامه مش هيأثر فيها وإنها مش هتفتح الباب مهما حصل بيقرر إنه يرشيها ويوعدها بتلاتين مليون دولار لو فتحت الباب لكنها بترفض بإنه هو يوصل مركز القيادة بأي تمن بيقدر أليكسندر بإنه هو يقصر أول باب وبيكون لسه قدامه باب واحد بس علشان يقدر يوصل لمركز القيادة بيفوق بيفر اللي بنتفاجئ لما بيدرب كولين ورقول بالنار لكنهم بيكونوا لابسين واقع من الرصاص وبيفتح الباب لأليكسندر وبيكون هو الخاين الموجود في المحطة بيكلم أليكسندر رجالته اللي في روسيا وده علشان يجهزوا السواريخ اللي هتتضرب على أمريكا وإنهم يستنوا إشارة منه في أي وقت بيختارك بعدها كل الشاشات اللي في أمريكا وبيكلم البيت الأبيض وبيقولهم إنه هيضمر أمريكا لإنه مجتمع فاسد وإنه مش بيعمل كده علشان الفلوس بيقرب من رقوله وبيطلب منه إنه هو يحكي موقف وحش حصله بسبب سياسات أمريكا الغلط لكنه بيرفض رقوله بيقوله بأنه بيحب بلده ومش هيعمل كده لكن بيقطع بيفر اللي بيدربه لحد ما بيفقد الوعي بيجيب الكاميرا على كولين وبيقول إنها رفضت عرضة 30 مليون دولار علشان بتحب بلدها لكن بلدها مش بتقدرها وزباط الجيش بيلحقوها في كل مكان بتروح بنشوف الساروخ في طريقه للوس أنجلوس وبتفكر كولين في طريقة تقدر بيها إنها تفعل السواريخ المضادة وبتهجم على العصابة بالمسدس وبتهددهم وبتقدر إنها تخرجهم من مركز القيادة لكن بتتفاجئ بواحدة من العصابة بتهجم عليها وبيتدور بينهم خناءة قوية جدا وبتقدر إنها تفعل الوضع الدفاعي وبيتدمر الساروخ النووي بتضرب عليها البنت اللي بتشتغل مع العصابة النار لكن بتاخد كولين مسدس من على الأرض وبتقتلها بيه وبتحاول بعدها إنها تخرج الرصاص اللي في إيديها بيجي لها مكالمة من البيت الأبيض وبتشكرها الرئيسة إنها أنقذت لوس أنجلوس وبتوعدها بإن الدعم هيوصل في أسرع وقت وبتديها معلومات عن أليكسندر وإن كان ضابط في الجيش الأمريكي وكان مسؤول عن قسم العمليات النفسية بيفوق رأوله وبيسألها عن اللي حصل وبتقوله إنها قدرت تنقذ لوس أنجلوس من الساروخ وبتساعده يفك الحبل اللي في إيده وبتقعد بعدها ترتاح بنرجع بالأحداث فلاشباك كده وبتفتكر كلامها مع والدها إنه يحطمها مهما حصل لكن بيقطع رأول تفكيرها وبيقولها إن أليكسندر طالب إن هو يتكلم معاها بتتكلم معاها وبيديها معلومات عن والدها وبيوريها فيديو للعصابة وهم خطفينه وبيهددها إنه هيقتله لو ما فتحتش الباب لكنها بتترجع إنه ما يقتلوش وبترفض إنها تفتح الباب لإن ناس كتير جدا ممكن تموت لو السواريخ فعلا وصلت أمريكا بتطلب من أليكسندر إنها تكلم والدها اللي بيقول لها إنها ما تستسلمش وما تفتحش الباب لكن أليكسندر بيديهم تعليمات إنهم يقتلوه وبيقفل بعدها الفيديو وبيكون البس المباشر لسه موجود وبتكون أمريكا كلها شايفة اللي حصل بياخد أليكسندر جهاز التدمير الذاتي من القائد اللي قتله وبيقرر يضمر المحطة كلها وده علشان يقدر يضرب السواريخ بدون ما أي حاجة تعترضها بتعرف كوليمب اللي عمله أليكسندر وإن المحطة قدامها 13 دقيقة وهتغرق بالكامل وبيقول لها رؤول بإنه هينزل الميا ويوصل لغرفة التوربينات علشان يقفل كل الفتحات اللي ممكن الميا تدخل منها ويحمل محطة من الغرق بتتكلم مع البيت الأبيض اللي بيأكدولها بإن الدعم هيوصل خلال 25 دقيقة وبيكون وقت طويل جدا لإن المحطة هتنفجر بعد 13 دقيقة بس بيوصل رؤول لغرفة التوربينات وبيقدر إنه يقفل جزء كبير جدا من فتحات الميا وده بيزود العد التنازلي لحد 17 دقيقة قبل غرق المحطة لكن قبل ما بيخرج من الغرفة بيوصل بيفر وبيقتله بنروح بقى لكل اللي بتكتشف وجود غواصة روسية قريبة منها وهنا بنعرف بإن أليكسندر كدب لما قال بإن أبوه ملياردير وإنه بيساعد العصابة الروسية علشان يدمر أمريكا مقابل فلوس وبتغطي إزاز الباب وكمان بتقفل المايك وده علشان أليكسندر مايقدرش يعرف هي بتفكر في إيه بتكلم القيادة وبتشرح لهم بإنها هتسمح للعصابة أنهم يدخلوا مركز القيادة علشان يضربوا كل السواريخ اللي بيسيطروا عليها وبعدها هتدخل لمركز القيادة ويتفعل السواريخ المضادة وبكده يقدروا أنهم يحموا أمريكا لكنهم بيرفضوا خطتها وبتقول لهم إنها هتنفذ الخطة مهما حصل بيدخل بيفر لمركز القيادة لكن مش بيلائي كولن وبيعرف إنها هربت وبيدخل بعدها أليكسندر اللي بيكلم أفراد عصابته وبيطلب منهم إنهم يضربوا كل السواريخ النووية اللي معاهم وفعلا بيدربوها لكن بتظهر كولن اللي بتقتل رجالته وبتقدر توصل لمركز التحكم لكن بيكون أليكسندر بوز مفتاح تفعيل السواريخ المضادة بتطلع على السطح وبتوصل اللابتوب بتاعها بوحدة التحكم علشان تقدر إنها تطلق سواريخ الردع لكن بيظهر بيفر اللي بيهددها بالسلاح لكنها بتهجم عليه وبتقتله وبتفتكر تشجيع والدها وبتقدر إنها تخرج من المية وبيكون فاضل أربع ثواني بس على وصول السواريخ للوس أنجلوس لكنها بتقدر إنها تطلق السواريخ المضادة في آخر لحظة وبتفشل خطة العصابة إنها تدمر أمريكا بيوصل الدعم اللي بيقتل أليكسندر وبينقله كولن للمستشفى وبتزورها رئيسة أمريكا وبتشكرها إنها قدرت تنقذ أمريكا من الضمار وبيدخل أبوها اللي بيقول لها بإنهم قدروا ينقذوه في آخر لحظة من العصابة وبتترقى وبتكون قائد في الحرس الوطني في البيت الأبيض لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس وحط لايك كمان واستنونا الفيلم الجاي